تونس الآن وأزدل السطار يوم أمس السبت على فعاليات دور الثالثة والثلاثين أيام قرتاج السينمائية بمصرح الأوبرا بمدينة الثقافة شدلي القليبي بالإعلان عن جوائز المسابقات الرسمية للمهرجان وفاز الفيلم التونزاني أثوار لأميل شيفجي بجائزة التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة وحصدت السينما التونسية على تانيت الفيدي التي آلت لفيلم الروائية الطويل تحت الشجرة لأريجس حيري وتانيت البرونزي حازه فيلم شرف للمخرج سمير نصر من مصر أما الجزائر فكانت لها نصيب في جائزة الطاهر الشريعة وذلك وكذا تيفي سينك موند بفيلم الحياة ما بعد للمخرج أنيس جهد